السلام عليكم أحبائنا معاي موضوع شيق و لذيذ اليوم شجرة زقن الباشا أو اللبخ أو زهرة الحرير هي من عائلة اسمها البيزيا البيزيا بتضم مجموعة كبيرة جدا من الأشجار نفس الفصيلة لكن هذه أشهرهم اللي هي وردتها بتكون لونها مصفر أو محمر شوية ففي نهاية الفيديو عايز أقول لحضراتكم كيف حصلت عليهم لإني دورت عليهم كتير جدا وما لقيتهمش ففي الأول عسريعي نقول كل حاجة عنها وبعدين أقول لكم كيف حصلت عليهم الطريقة يعني طريفة جدا لإني ما لقيتهاش البيزيا أو زقن الباشا اللبخ من أفضل أشجار الظل يعني يمكن في العالم على الإطلاق اللي هي ظل بمعنى نحن عايزين نعمل مظلة يعني اللي عنده حديقة زي حالاتي أو منزل بحديقة أو مكان قدام المنزل وعايز يعمل أفضل شجرة حتى أفضل من البونسيانة وكده كشمسية مظلة كبيرة جدا هي شجرة زقن الباشا أو اللبخ لإنها من الأشجار اللي بتطول ممكن تعدي من العشرة للعشرين متر ولما بتكبر بتبقى من فوق إلها قمة تاجية وعملة زي الشمسية وبتغطي مساحة كبيرة جدا وبتعمل مظلة فيعني أنا شايف أن أهلنا في العراق في الخليج في المناطق اللي هي حارة جدا هتكون مناسبة فوق ما تتخيلوا هذي بداية طيب اعرفوها جماعة أي شجرة زي اللبخ أو البونسيانة أو الأشجار اللي بتعمل مظلة لازم نعرف بما إنها ظلية بالشكل هذا يبقى بتستحمل كل شيء بتستحمل الجفاف بتستحمل الحرارة البرودة بزيادة أو شدة حرارة فهذه أول ميزة فيها بتستحمل كل حاجة طيب نيجي لريها على السريع بتروى الشجرة بنظام غمر وبتحب المياه بغزارة لكن برضو في النهاية باعتدال بمعنى إن لما تربى الجف التربة بتاعتنا الجف ونشوفها بدأت الجف كده نديها مياه لكن لما نزج نزج بغزارة يعني هي محبة للماء لكن ما نغضقهاش ولا نسيب التربة الجف خالص وساعة الري نروي بزيادة بغزارة فهي محبة للماء هذا بالنسبة للماء والري نيجي لأي التربة طلعوا عندي يا جماعة في تربة طينية وبعد كده فردتهم أنا وخلت كل واحدة فيه إناء أصيص مع تربة رمل وبتموس يبقى هي بتنفع في أي نوع تربة مدام كبروا عندي أهم في الرمل وجاب ليها كانوا في تربة طين يبقى هيينفع يتزرعوا في أي تربة المهمة تكون سهلة التصريف ومش غضقة وميامية وخصبة يبقى هذه التربة وهذا الري موعد الزراعة بيكون في فترة بداية الربيع يعني مثلا زي ما طلعوا عندي كده فترة الربيع من البزور هذا موعد الزراعة وبتزرع يا إما من البزور يا إما لما بتكبر بقى بنعملها ترقيد أو بالعجل ففي كذا طريقة لكن أسهلهم موضوع البزور الشجرة جماعة لما بتكبر قوية جدا بتتفرع في كل مكان متساقطة الأوراق يعني أوراقها معانا طول من أول الربيع لآخر الخريف بتكون موجودة بتغلق بالليل زي الطمر هندي والبونسيانة وبتيجي فترة النهار من الصبح لغاية المغرب بتكون فتحة هي بدأت عايزة تغلق دلوقت عشان إحنا بعد العصر بتتساقط الأوراق بتاعتها بطلع نمو خضري من أول الربيع لآخر الخريف التزهير بيكون في فترة الصيف كله من مايو لآخر سبتمبر يعني لغاية دخلة الخريف هذه فترة التزهير وساعد بتطول كمان لغاية الشتاء ما قلكوش على ريحة الفواحة جدا وأظهارها إن شاء الله لما تكبر هوريها لحضراتكم قمة الروعة ريحة الأظهار جميلة جدا وفواحة وعملة ليش زقني الباشا عشان هي عملها جماعة زي فرشة الحلاقة اللي بتكون موجودة عند الصالونات الحلاقة بتكون الظهرة بتطلع شعر طويل وناعم وشكله لذيذ وأظهرها ريحتها جميلة جدا وفيها منها كزا لون وأشهرهم الأصفر غالبا هذه هتكون ظهرة الحرير يا الحمرة يا الصفرة بتطلع جرون طويلة زي البونسيانة هي أصلا من البقليات لكن الحبوب اللي جوا شبه حبوب العدس على كبير مدورة ولونها بني مسود ومبططة هذا اللي بينفع التكاثر منها وبتتكاثر كتير جدا هم طلعوا عندي ما شاء الله ثلاثة على طول والقرون بتفضل معانا من فترة مثلا لما بتطلع في الصفر الخريف وبتفضل كل الأوراج والحاجات بتتساقط وبتفضل فترة الشتاء عليها القرون ممكن نسجيها بزيادة الفترة هادي اللي جرون كلها ممكن تجع من عليها بتتحمل كل شيء لو الحرارة عالية جدا لو البرد قوي جدا في جفاف في أي مشاكل حتى التربة فقيرة بتزداهر وتكبر فمن كل النواحي يبقى اطري والتسمي نيجي للتسميد تسميد ها جماعة طبعا هادي شجرة عملاقة وهتكبر عنا فما تقولوا ليش هنحط انبيكي ومحليل وبتاع لا احنا بنستنى كده تكبر شوية وهننقولها لمكان لو تلاحظوا انا عندي البيت الحتة اللي فيها المبنى من الظهر من هناك فاضي خالص فيهاش اي حاجة ولا اشجار فاني هجيبها عشان ازرع وحدة في ظهر واحدة تكفينة شجرة واحدة في البيت تكفينة وهتظليل لانه مكان جد بيت اللي حضراتكم شايفينه فاني هجيب واحدة وهزرعها في ظهر البيت عشان اتغطيلي على المبنى كله وتعمل لي ظله بالذات فترة الصيف فالشجرة بتتحمل وبتكبر بنيجي فترة السكون يعني فترة الشتة لغاية قبل الربيع ونديها كمية كبيرة جدا من السماد العضوي تمام يا اما بقى اللي عايز يحطها في قصيص او بشكل تاني اي نوع سماد اي حاجة مش هتفرق لكن هي لو ادناها شوية سماد بلدي اللي هو دبال وما شابه مخمر بكمية كبيرة في فترة السكون خلص الموضوع فيعني كده ريها تسميدها نوع التربة موعد الزراعة ومواصفاتها بنصحكم بيها اللي في منطقة حر او عايز شكل جمالي رائع وشكلها جميل جدا لما بتكبر وبتكملي بالازهار وريحتها حلوة فاللي عايز مكان شجرة جميلة واني شايف انها اجمل من البونسيانا كمان هيحطها عنده في البيت ويرعيها تكبر وتديله شكل رائع جدا وجميل فهذا كل شيء عنها وموعد زراعتها وانها بتتحمل وكل حاجة ما انقصناش غير اني اقول لكم كيف حصلت عليهم رحت المشاتل كذا مرة وناس كتير كانت سألتني على زقن الباشا البيزيا او اللبخفة ما كنتش لقيها وتسألت في المشاتل مش لقيها لكن سبحان الله جبت شجرة قرفة ولما زرعتها يعني جيبها انا من مشتل مزروعة في تربة طينية في قصيص جعد تسجيها جماعة طلي عندي ثلاثة اصغار حوالين شجرة القرفة اللي عملنا عنها فيديو فبدأوا يطلعوا افتكرتهم تامير هندي وناس كتير سألوني ايش اللي جنب القرفة هاد اللي طالعوا سبحان الله بدأوا يكبروا يكبروا جبت البرنامج اللي قلتلكوا عليه اديتها صورة جل انها شجرة البيزيا ظهرة الحرير زقن الباشا وفردت التلاتة زرعت الجرفة لحالها في التربة المستدامة في الارض وفردت التلاتة وكبرهم الاسبوعين اللي فاتوا زي ما حضراتكم شايفين وهذه القصة اللي قلت اشارك حضراتكم كيف حصلت عليهم وجوني لان مش لجيهم عنا في سيناء هنا وسبحان الله اصبح اندي تلات شجراته رائعين وكبار وممتزين جدا فهذا كل شيء عن ظهرة الحرير زقن الباشا نتمنى دعموا الاشتراك وسعدنا وجودكم معنا في القناة جماعة الخير كان معاكم اخوكم نعيم حجاب بنمس عليكم وان شاء الله نشوفكم مستقبل فيديوهات تانية وسبحان الله لو تلاحظوا هنا اهي يعني شجرة القرفة كبرت معايا وزرعتها في الارض المستدامة زي الغار والغار حتى اهي برضو ناس سألتني على هادي هادي اسمها ايفوربيا برضو كانت طالعة مع شجرة الغار يعني مش من عنا شوفي بتيجي من مشاتل من محافظات تانية وسبحان الله الجرفة طلعت كانت مفيش غيرها في الاناء ولما كبرت ببص لجيت بدأوا يطلعوا زي الطمر هندي ومشاء الله اصبح عندي تلاتة بدون شيء لان ماكنش عندي بزور ولا كانت موجودة عنا في المشاتل فالحمد لله حصلنا على ثلاث شجرات ورائعين جدا وكبار وقلت اشارك حضراتكم كيف حصلت عليهم وانصحكم اللعاية الظل وشكل رائع وريحة رائعة وفواحة يجيب من المشتل او ياخد له عجلة او اي حاجة في موعد الاكثار او اي اسهل حاجة البزور ويزرع له شجرة زقن الباشا او البيزيا في البيت شكلها رائع ادخلوا على جوجل وكتبوا وشوفوا كيف لما بتكبر زي الشمسية ورهيبة ومميزتها كتير جدا وسهلة الرعاية نشوفكم ان شاء الله جماعة في فيديوها التانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته